عن الايس كريم. بنفس الطريقة برضو ونفس الجملة الموجودة عندي في قطعة الساندويتش. فاينه مديني عن تاريخ الساندويتش بيقول في اول جملة. الساندويتش has a long history. الساندويتش له تاريخ طوير. سنة الف وسبعمية وخمسين. جون منتاجو. جون منتاجو الراجل اللي في الصورة ده هوت. انفنتد زا ساندويتش. اخترع الساندويتش. يبقى لو قلنا هو انفنتد زا ساندويتش. من اللي اخترع الساندويتش هنقول جون منتاجو. وين امتا? ان سيفنتين ففتي. سنة الف وسبعمية وخمسين. استخدم الراجل ده عشان يعمل لنا الساندويتش. هيوزد بريد اند ميت. هيوزد يعني استخدم. بريد اند ميت. استخدم الخبز واللحمة. فور زفر الساندويتش. يبقى اول ساندويتش يتعمل في التاريخ. اتعمل من البريد و الميت. هي لايكت تو ايت اساندويتش. كان بيحب انو ياكل ساندويتش. ان دي بلاي كاردز. ويلعب كوتشينة في نفس الوقت. زا ساندويتش از ناو وان اوف امريكا's favorite foods. بيعتبر الساندويتش دلوقتي احد الاطعمة المفضلة للامريكان. in the united states. في الولايات المتحدة الامريكية. there is a sandwich shop. يوجد محل للساندويتشات. in every town في كل مدينة. and you can buy sandwiches at every grocery store. بنفس الطريقة كان موجود عندنا نفس الجمل في القطعة الخاصة بالايس كريم. you can buy sandwiches. يمكنك شراء الساندويتشات. at every grocery store. من اي مدجر. من اي سور الماركت يعني. you can make a sandwich. يمكنك عمل الساندويتش ايضا. at whom في البيت. السؤال الاول بيقول لي when? متى? ان ادوات الاستفاهم يا يوسف لازم ابقى اعرفها عشان اقدر اجاوب صح. when did john montego invent the sandwich? عملتها ايه يا جودي? in 1750. in 1750. سنة 1750. يبقى وين هنا باسأل بيها عن الزمن? متى? اقول له in 1750. السؤال التاني. where can you buy sandwiches in the united states? when can you buy? where can you buy? اين تستطيع ان تشتري? هو قال لي فوق. you can buy sandwiches. فين حتة? at every grocery store. you can buy sandwiches at every grocery store. من اي محل. number three. is the sandwich one of america's favorite foods? هل الساندويتش من الاكل المفضل عند الامريكان? اقول yes it is. is sandwich? yes it is. number four. what did john montego use? او الراجل دا استخدم ايه? for the first sandwich. الاول sandwich. استخدم ايه? موجودة عندي في القطع. a used bread and meat. a used bread and meat. دا بالنسبة للقطع يا عم يوسف. هنيجي دلوقتي اللي هي التدريبات الخاصة بيه. اليونت بقت كله. تعالوا نشوف مع بعض يلا احنا فهمنا ايه خلال الحصص اللي فاتت. في number one. يا رقية. بقول my best is vanilla. هي الفانيلا واللي التشوكلة دي بعتبرها ايه? مكهة. اللي هي ايه? فلافر. يبقى number one. فلافر. جودي. امان ان استي لويس. ميت زافرستا اسكريم ايه? in 1896. كون. اسمها كون. مسيركل ولا سكوير. كون. الكونو. number three. يوسف. one of america's favorite ايه? is ice cream. الايس كريم دا قلنا عليه. food ولا? لا. flavor. لا. one of america's favorite is ice cream. الايس كريم بعتبره ايه في امريكا? desert. واحد من الحاجة اللي بنحلي بيها. حاجة حلوة بنحلي بيها. deserts. تمام? one of america's favorite deserts is ice cream. number four يا هيا. we don't know who ice cream. ما نعرفش مين اللي عمل ايه في الايس كريم? invented. we don't know who invented. ما نعرفش مين اللي اختراع. number five. رقاية. where did the first ice cream factory? open. open ولا opened? open. open. open بس. ليه? لانا عندي دد. وانا دد فاعل مصدر. يبقى ويردد. open. number six. يوسف. ice cream has a long history. history. له تاريخ طويل في الولايات المتحدة. number seven يا جودي. my uncle lives. the united states. in. in. قلنا قبل اسماء البلاد بستخدم حرف قرر ان. number eight. يلا يا. يحيا. نعم يا سين. يلا يا يحيا. invented the first ice cream. هسأل طبعا هنا. بهو. من? بالنسبة للأود وان. بديني هاو. وات. واي. ماتش. رقاية. ماتش. اكتب مكانها اي اداة ستفام زي where او وين او who. جودي. eat, swim, sky, play. نشيل sky ونحط مكانها c. سكاي واكتب مكانها c مثلا او اي فعل. هيا. beside. behind. hotel. above. اكتب نحط in. نشيل الهوتل واكتب اين مسلا او اندر او اي حرف جر. number four. يوسف. هي, she, you're, we. you're. اللي هي صفة الملكية. واكتب مكانها c. ستفام زير. you مسلا. you بس. او ات او they. اخر جملة عند رقاية. car museum bank theater. هنشيل car ونخط hotel. car واكتب مكانها اسم اي مكان عندي وليكن hotel مسلا. بالنسبة للقطعة. دي قطعة الايس كريم. تمام? زي ما بتجيلي في القطعة او البراغراف. سؤال اول ايس كريم هزا لونج هستوري انه. هو مديني هنا ايس كريم هزا لونج هستوري شوب اوبين. الفيريس تايس كريم شوب. in new york. الفيريس تايس كريم شوب. اندور في القطعة على الكلمة اللي موجودة. شوب اوبين دي ان نيو يورك. number four يا جودي. who invented the first ice cream تشيرن. نانسي جونسون. نانسي جونسون. بعد كده كان طالب مني اكتب ايميل. باور رأيت عن ايميل to your friend. علي تلينجهم about your favorite mail. وقبتك المفضلة. your name is هاني. انت هاني. وyour email address is كزا. your friend's email address is كزا. عشان اكتب ايميل قلت لازم يبقى عندي عنوان الشخص اللي انا هبعت له. وعنوان البريد الالكتروني بتاعي انا. واسم الموضوع اللي هتكلم عنه. فلما قل له to هنا يبقى هكتب الايميل بتاع صديقي. هو فين عنوان صديقك اللي هي عندي بعد كلمة friend اللي هي علي. يبقى علي at gmail.com. علي at gmail.com. from يبقى عايز بريدي انا. عنوان بريدي انا. اللي هو هاني at yahoo.com. السبجك الموضوع اللي هنتكلم فيه هو بيقول لي your favorite meal. هكتب له انا my favorite meal. my favorite meal. واجبتي المفضلة. بعد كده بقول له هنا اوت. دير علي عزيزي علي. hi how are you? كيف حالك? and your family. بعد كده I'd like to tell you about my favorite meal. انا حابب اكلمك عن واجبتي المفضلة. اقدر اقول له what my favorite meal is lunch. واجبتي المفضلة هي واجبتي الغداء. I like eating. وابدأ اتكلم لي عن الاكل اللي انت بتحبه على الغداء اللي انت حددته. ولياكل مثلا I like chicken and rice. تمام? I always have chicken and rice at home. I sometimes go to a big restaurant. عادة بروح لمطعم. I have chicken there. باكل هناك chicken. it's always delicious. دايما بتكون delicious. لذيذ الطعم. the restaurant is clean and the prices there are good. الاسعار هناك كويسة والمكان نظيف. بعد كده بقول له see you soon. اراك قريبا. with my best wishes. وبامضيله تحت yours. وبكتب اسمي تحت اللي هو هاني. بعد كده مديني جزئية الترتيب المهمة اللي اتكررت في امتحانات السنين اللي فاتت. فالجملة الاولى هقول له that. يلا يا جودي. the first ice cream factory opened in 1815. تمام. بقول له that. first ice cream factory opened. اتفتح. اين والسنة اللي مكتوبة عندي. number two. يلا يا يحيا. وين. when did the. when did the. when did john. invent the sandwich. امتا جون اخترع الساندوش ده. number three. يلا يا هيا. you can make a sandwich at home. you can make a sandwich at home. you can make a sandwich at home. رقايا. what's your favorite flavor. what's your favorite flavor. ده كان بالنسبة للدرس. بعد كده كان عندي مراجعة اليونت كله والامتحان الاول. تعالوا نشوف المجموعة الاولى. في number one بقول مثلا. 19 bounds. 19 bounds. اخترنا ايه ولا بي? بي. number two. he went to the post office. he went to the post office. ايه ولا بي. ايه. number three. what's your favorite flavor. what's your favorite flavor. بي. بي. who invented the first telephone. ايه. ايه. يبقى بي ايه بي ايه. مثلا يعني. حسب ما هاسمع باختار. تعالوا نشوف المحادسة نكمل فيها ازاي. بقول ازيت. زي ديبشان ميوزيام. يبقى نايس عند كلمة. ميوزيام. ميوزيام. سو had it for your help. You are Welcome. 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 You are. You are Welcome. جون مونتاقو invented the sandwich جون مونتاقو invented the sandwich in in اتفقنا قبل البلاد والسنين in قبل البلاد والسنين in هيا we go to the museum to see the rooms mommy rooms mommy mommy rooms number three رقية invented the first ice cream Chernobo Nancy Johnson who يبقى باسأل بهو جودي يسترضي I went to there to send a letter post office يحيا a nice day Ashraf have a nice day have a nice day number six رقية there was a barbarous shop our house بصايد ما عندش هنا غير بصايد ياسر ما نموك أقول أكروس عايزة فروم وفرانت عايزة انفرانت عشان تبقى انفرانت اوف ونكست عايزة تو يبقى ما عندش غير بصايد يلا يا جودي in the museum children under five get in for free اسمها for free مجاني هيا we are daily from كذا to كذا we are open we are open وقلنا open هنا صفة بمعنى فاتحة وشغال بالنسبة للأدوان مدين بصايد today above behind هاقول له today هي القض واكتب مكانها اي حرف جر وليكن next two مثلا number two cinema museum park bike هاقول له المختلف هنا كلمة bike واكتب مكانها bank مثلا او hotel bike bus three plane هاقول له three هي القض واكتب مكانها اي وسيلة مواصلات وليكن car مثلا او taxi daily foreigners adults kids كلها ناس معادة daily هنشيل كلمة daily واكتب مكانها children مثلا او ايجيبشنز number five post office دور bank school كلها اماكن معادة دور هنشيل دور ونكتب مكانها hospital او hotel او park او farm او zoo تعالى الاسئلة على طول بتاعة القطعة the sandwich is now one of america's favorite jude food او الناس سمحت اجابتين دلوقتي انا بتكلم عن sandwich sandwich ده بعتبره foods food john like to eat a sandwich and play كان بيلعب ايه الراجل ده cards 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 when did john montagua invent yosef الايجاب لديت when when did john montagua invent the sandwich ام ثانية سايت ثانية انزا 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 يوسف يعني يعني المكان يعني فين لا وين يعني يا رقاية متى يوسف امتا وين يعني امتا بكتب ان والسنة لين 1750 سنة 1750 يوسف number four يا هيا where can you buy sandwiches in the united states from a sandwich shop يا شيخ ده مع نفسك ولا من القطع مع نفسك من القطع يا مكتوبة في القطع فين فين اللي انت تقوليك موجودة في القطع ستر اللي فوق فين now the sandwich has a long history in 1750 جون متاجو invented the sandwich he used the bread and the meat the first sandwich he liked to eat sandwich and the sandwich is now one of america's favorite foods in the united states there is a sandwich shop in every town and you can buy sandwiches at every grocery store يبقى منين تقدر تشتري ها grocery store at every grocery store بعد كده كان طالب نكتب براك رفز اللي شفنا قبل كده اللي هو بتكلم عن الediption museum أو زيارتك لأ الediption museum الجملة الأولى في ترتيب يا رقية داز there is a library beside the barbara's shop بالنسبة البنكتوشن عم يوسف علي وين تو جيزة last Tuesday الجيزة الجيزة والفولستوب موجودة هي الفولستوب موجودة والإيه موجودة انت عملت الجي وإيه تاني غير الجي ما بين ما بين الجيزة وليلو هايا وليلو هايا الجي وإيه هايا T Tuesday الجي Giza والT Tuesday يا يوسف هم دولة الاتنين اللي عندك خطأ يلا يا يحيا do you like going to the Egyptian museum the A بتاعت Egyptian the Egyptian question mark ده بالنسبة للمتحان الأول المتحان التاني باول it's behind the theater it's behind the theater number two he went to the hotel number three are you open on Fridays are you open on Fridays days where is the library where is the library bar do be a be a good morning the Egyptian museum how can I help help what are your hours we are open we are open are you open on Friday Friday yes we're open daily where did the first ice cream factory open how can I help he takes the train at the train station was there a bridge above 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 the train station number five no how do you go to school how how my best is vanilla my best flower you can borrow books from the library are your hours what are your hours what are your hours sunday abril may june july 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 library bank adult adult and she adult and museum or hotel or any m yuly yusif above behind beside a flower and she love when you can help under under m salen number four yeah rukai cinema park friday museum friday or school eat watch school listen school واكتب بأي فعل وليكن يسوم. طيب. عالوا نشوف القطعة اللي موجودة معانا بيقولي Hi, I am Steven Connor. I own an ice cream sandwich shop. It is called, بنسمي هنا, cold sandwiches. اللي هي سندوتشة بردة. In 1995, I bought my first ice cream. turn. I made ice cream at home. Then, in 1999, I bought an ice cream shop. Ice cream shops were on every block in my town. So, I decided to sell just ice cream sandwiches at my shop. The delicious taste of ice cream between two cookies is my favorite. So, at the first, he sells the dust ice cream. بي بي عيس كريم اي هنا دا قل دا. Sandwiches. بي بي عيس كريم Sandwiches. تمام? Ice cream sandwiches. Sandwiches. Number two. He bought his ice cream shop in. The ice cream shop بتاع. 1999. Mode. عم. I own an ice cream shop. It's called, كذا. In 1995, I bought my first ice cream churn. I met كذا. In, I bought an ice cream shop. إبه هو اشتهره. 1999. 1999. أول محل له اشترى 1999 Who is the owner of cold sandwiches مين هو الانر مالك مالك أو صاحب مالك أو صاحب مين هو مالك المحل ده Steve Conner Stephen Conner What is his favorite taste between two cookies اللي هي هاخدها كده the delicious taste of ice cream between two cookies is my favorite ده هو الفيوري بالنسبة له بعد كده كان طالب مني اكتب ايميل هنا اتكلم write an email to your friend Huda telling her about your visit to a restaurant last week عن زيارتك لي restaurant لمطعم your name is Rania اسمك Rania and your email address is Rania at yahoo.com friend email is Huda at gmail.com إبا هكتب to huda at gmail.com from rania at yahoo.com السبجكت هكتب my visit to a restaurant last week my visit to a restaurant last week زيارة went by car it was cool بعد كده قدر اقول we had lunch zero اتغدنا هناك I had كذا my father had كذا my mother had كذا تمام the food was delicious شعص الاكل كان لذيذ بالطعم the restaurant is clean المطعم ده clean نضيف the prices are good وده هنشوفه اكتر في اليونت اللي جاي لانه هيتكلم عن restaurant بالنسبة لي الجمل number one هقول there يا هايا يا هايا يا هايا أيوه يا هايا زر اي زر 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 بان اه استان زر واز انا تجري بعدها اه زر واز اه بانك ام from زر زر واز اه بانك اكروس فروم زر هوتل تاني زر واز زر بانك اكروس فروم زه هوتل نوط التانية يا يوسف وقت ايس كريم هوا ايس كريم هو انفنت ايس كريم يلا يا روخاية كريم ز أنكل ليفزين كايرو الأبوسترف اس في كريم والسيب تايت كاير تمام جودي رقيت شب تايت هاو وكوستشان مارك في الآخر وكوستشان مارك في الآخر كلام جميل طبعا هنسيب اليونت دا دلوقتي ونروح لمذكرة الولد هناخد في الولد جزئية ريفيجن الأول كده اللي هي قبل اليونت قبل اليونت جاهزين بها تمام مديني طبعا في بداية الكتاب بتاعنا بيبقى عندي حوالي عشرين أو خمسة وعشرين صفحة في أول الكتاب بتاعنا اللي هي مراجعة على منهج سنة خمسة عنوانها مرحبا كلمات المهمة عندي في الدرس دا مديني كلمة ستيشن محطة قطر أو محطة سيوت كيس عقبة صفر أو شنطة صفر تيس اللي هي أسنان دوتر الجي إتشي فيها سايلانت دوتر يعني ابنه المريض هيدك اللي هو صداع فرنش اللغة فرنسية اجزام امتحان بوتس بمعنى حزاء برقبة آيلاند جزيرة تست بمعنى اختبار الشهري أما اجزام ده امتحان نهاية العام تثقك ألم في الأسنان أهم الصفات اللي عندي مديني كلمة بورينج فاسيناتينج امبورتانت انتريستد ان ريدي هيفي نويزي هيوج كايند اميزينج واندرفول فاسيناتينج بالنسبة ليه المودلز الأفعال النقصة اللي موجودة في الجزئيات دي في المراجعة مديني مصط بمعنى يجب ان should ينبغي ان have to ought to need to كل دولة كل المجموعة اللي قدامي دهيت لازم يجيلي بعدها الفعل في المصدر يبقى مصط مصدر should مصدر ought to أو have to مصدر وايضا need to زائد مصدر بالنسبة لبعض الأفعال اللي عندي مديني help وhelped enjoy و enjoyed appear و appeared brush و brushed fail و failed look after looked after on و owned pass و passed the exam arrive in و arrived in arrive at و arrived at used to use و used to مديني ضايف و ضايف طبعا هنا هوت الفرق ما بين arrive in و arrived at arrive in يصل إلى يجيلي بعدها اسم الدولة أو المدينة الكبيرة اللي فيها فادرقول arrive in ايجبت او arrive in كايرو اما arrive at يصل إلى مكان صغير او محدود داخل الدولة زي we arrived at school يصل الى مدرسة arrive at school arrive at hospital الاماكن اللي جوه البلد arrive at اما الدولة نفسها او اسم مدينة كبيرة فبستخدم arrive in بعد كده مدينة take talk taken feed feed build والماضي منها build الفعلي learn والماضي منها learned او learned speak is booking get dressed وgood dressed وgood dressed put on والماضي put on برضو بمعنى يرتدي او يلبس have been to الماضي منها had been to get got steal stool stool بمعنى يسرق بيقول لي افتكر كويس الحاجات ده هي اللي هي هراجع اللي فيها على جزئيات الجرامر اللي عدت علينا في منهج سنة 5 لما قول هنا what was mister flash doing يعني what was he doing هنا برجع على جزئية الماضي المستمر اللي كان بيتكون عندي من was aware بلاص الانجي was where انجي what was he doing طالما عندي وزو انجي في السؤال يبقى فيه was انجي في الاجابة قلتي he was walking by the river كان بيتمشى بالقرب من او بجوار النهر what was he doing he was reading he was eating he was sleeping يبقى وزو انجي في السؤال وزو انجي في الاجابة النقطة التانية بيراجعلي فيها على زمن الماضي البسيطة اللي هو باسأل فيها بدد ثم المصدر what did he do what did he do عشان اقول he dived into the river هو غطس في النهر what did he do he dived يبقى اذا وجود اي فعل في الماضي زي ضيف او cleaned او بلايد باسأل عنه بدد والمصدر who owns the farm who owns the farm اقدر اقول اي اسم owns the farm ليه لاني لما اسأل به بمعنى من بشيل هو واكتب الاسم بس تمام لما اقول هنا who owns the farm اقدر اقول هيا owns the farm يوسف owns the farm تبه هنا عايز يقول لي the farm is owned by tom مارتن ما فيش مشكلة المزرعة بتم تلك is owned لو افتكينا كده مع بعض هنا اجابة في الباسف مبني المجهول اللي كنا بنستخدم فيه is او are زي التصريف ثالت يبا who owns the farm اقدر اقول tom مارتن owns the farm tom مارتن owns the farm او the farm is owned by tom have you watched جزئية المضارع التام البرزن تبيرفكت قلنا بسأل بهاب او هاز ثم الفاعل ثم البي بي اللي هو التصريف التالت have you watched your face yet وقلنا كلمة yet من الكلمات الدلة عالمضارع التام بنشوفها في نهاية الجملة have you watched عشان تقول لي yes i have او no i haven't طب هنا بيقول لي yes i have just watched it انا لسه غسله حالا يبا عايز يقول لي اني just بستخدمها ما بين have وهازو التصريف التالت اما yet بستخدمها في نهاية السؤال او النافية ودي او دي بستخدمهم في جملة المضارع التام اللي تكونوا عندي have او هاز بيه عندي سؤال مهم جدا وطبعا هيهمنا في المحادثات اللي هو how long تفقنا طبعا how long هنا بمعنى كام المدة الزمنية كام المدة الزمنية how long has mr smash din l هو smash ده مريض بقاله وقد ايه how long has he din l has و din هز وتصريف التالت قلنا طبعا لما يبقى عندي how long في السؤال بجاوب باستخدام for or since بجاوب باستخدام ya for ya since والعكس بمعنى اني لو مديني في الاجابة for or since لازم اسأل بhow long how long has smash bin l هقول he has been l for two days هو مريض بقاله لمدة يومين يب how long has he been هقول he has been for والمدة الزمنية اللي موجودة عندي طبعا الكلام ده موجود هنا بالشكل اللي قدامنا اللي هو السؤال واجابة موجود بعد كده طبعا اهوت بتوضيح حتة حتة مراجعة الازمينة حرف حرف جزئية وكمان هو الماضي المستمر وكمان المضارع التام بعدها هلايا عندي هنا مديني جزئية اللي هو المبني المجهول اللي باستخدم فيه زي التصريف تالت ده في المضارع وز زي التصريف تالت ده بالنسبة لجملة الماضي بعد كده بيراجعلي على جزئية سو وصتش اللي احنا اخدناهم بسنة خمسة سو صفة زات انما ستش ويجي لي بعدها ستش ا او ستش ان او ستش واسم جمع ثم زات اللي هي بنسميها ستش اسم موصوف زات بالامثلة بتاعتها موجودة عندي بعد كده كان في جزئية حاجة اسمها الكلام المباشر وغير المباشر وده هنشرحه مع بعض الحصة اللي جاي طيب نرجع هنا لجزئية تانية اول جزئية عندي بيقول لي باسف ده منين ده موجود عندي في كتاب المدرسة دي تدريبات كتابك انت كتاب اللي هتستلم السبتة هي دي التدريبات الخاصة بيه في كتاب الورك بوك او الشرح مديني هلب وتاك وفيد ويوز وبيقول لي هنا يلا اشتغلي باسف حاول الجملة دي للمبنى المجهول فاول جملة بيقول لي ذا تشيكنز ذا تشيكنز نقط باي فار مارزي دوتر ذا تشيكنز باي فار مارزي دوتر هقول له ذا تشيكن ايه من دولة من الكلمات اللي موجودة هلب ولا تاك ولا فيد ولا يوز فيد فيد بس انا عشان اقول له ذا تشيكنز فيد الفراخ بتاكل ولا بتاكل 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 بيأكلوها بنت الفلاح هنا بتاكلهم يبقى تشيكنز جمع تاكلام جميل يبقى هقول له ايه ولا ار 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 في التالت من فيد اسمه فيد فيد يبقى هكتب ار فيد ار فيد نمبر تو زا فرمرز صن زا فرمرز صن ابن الفلاح برافو بيساعد بيتساعد بيتساعد زا ملك فوروم زا شيب ان دي جوتس الملك الفعل هنا ملك مش الجوت ايون ايون الفعل ملك الفعل ملك مش الجوت is used زا ملك باز زا ملك is used is used the cheese is taken is taken is taken يبقى في كل الجملة اللي قدائم ما تطلب مننا استخدم is او are زي التصريب ثالت عشان اكون جملة مبنية للمجهول في زمن المضارع البسيط هنحفظ الكلمات الاول كويس المجموعة اللي عندي هنراجع جزء